مجلس الإدارة لما بيتخذ القرارات في حاجات هم عارفينها أنا معرفهاش فما ينفعش أطلع علق على حاجة أنا معرفهاش عشان كده أنا بقول لحضراتكم أن بعد نهاية الموسم تم اتخاذ القرار بعد دراسة الأمر الموسم ده لو كان خلص وصلنا النهائي وخسرنا مثلا في النهائي كان حيتم التقييم بناء على أن احنا وصلنا النهائي وخسرنا في النهائي هو ده النادي الأهلي هو ده اللي احنا عارفينه هو ده اللي احنا دايما متعودين منه من النادي الأهلي فالنهاردة كانت جلسة طويلة جدا ساعة مد يعني قعدت تقريبا ساعتين أو ثلاث ساعات طبعا كان الكابتن محمود الخطيب المشرف على كرة القدم موجود وممثلا طبعا لمجلس الإدارة زي ما حضراتكم عارفين وشيخ طاها وكابتن زكريا ناصف وكابتن خالد بيبو بعد التقييم اللي حصل وصلوا القرار بأنه بأن يتم توجيه الشكر لمستر مارتن لسارتي بمنتهى البساطة الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم ده هي الحقيقة الكاملة ولما بطلع اتكلم مع حضراتكم هنا عمري ما بكذب في كلمة يعني حتى لو في حاجة بقولها أو بلمح ليها انا عمري ما قلت ان القرارات او حاجة حصلت قبل كده يوم الجمعة اللي فات قبل مباراة بيرامدز كل اللي انا قلته ايه قلت يا جماعة مجلس الادارة في ظهر الجهاز الفني ودي حقيقة واضحة كل الناس اللي بتقولك انفرادات وان احنا حنمشي مرت ان النادي الاهلي كان حيمشي مرت اللي صارتي هذا الكلام من وجهة نظري واللي انا عرفه غير صحيح القرار اتاخد النهاردة النهاردة فقط وكان حيتاخد لو النادي الاهلي كان وصل للنهائي كان حيتاخد في وقت بعد النهائي لو كنا مثلا وصلنا للنهائي واخسرنا للنهائي حيتم تقييم الوضع بعد الوصول للنهائي الوقت اللي باقي كان حيبقى دقيق حاجات كتيرة جدا بقى بيتم تقييم الوضع من خلالها انا بتكلم مع حضراتكم كده ليه علشان تعرفوا ان انتوا عندكوا نادي كبير يعني انا متأكد وعارف ان انتوا عارفين كده كويس ولكن دايما الشغل اللي النادي الاهلي بيشتغله بتحس ان هو مختلف شوية النادي الاهلي المباراة خلصت مبارح تدت التليفونات تدت الاجتماعات يعني من بعد نهاية المباراة لغاية اللحظة اللي تم فيها توجيه شكر لمستر مرت اللي صارتي انا باعتبرها اجتماع مفتوح ولكن الاجتماع اللي كان واضح مبارح لاجنة التخطيط قعدوا مع الكابت الخطيب وفي النهاية النهاردة نقاس في الصبح قعدوا مع الكابت الخطيب وتم توجيه شكر لمستر مرت اللي صارتي هو دا الموضوع هو دا سيكونس او هو دي او هي دي الخطوات بتاعة الموضوع علشان يحصل كده اللي حصل قبل كده ان رامون دياز عمل فولو لحساب النادي الاهلي وابنه عمل فولو لحساب النادي الاهلي كل واحد في العالم عايز يعمل فولو لحساب النادي الاهلي يعمل هو حر النادي الاهلي هو النادي الاكبر في مصر وافريقيا مهما حصل والشرق الاوسط مهما حصل عشان كده انا حبيت احكي لحضراتكم بعض الكواليس وهو جبتها مع حضراتكم من شهر واحد لغاية دلوقتي مستر مارت اللاسارتي خد الفرصة كاملة امتى لما الدوري توقف في بطولة امم افريقيا وخد فريقه وراح على اسبانيا كل الفريق تقريبا كان معابل استثناء 3-4 لعيبة ولحقوه في النهاية في نهاية المعسكر ورجعه وبالتالي من هنا بدأ التقييم الصحيح 100% لمرت اللاسارتي النهاردة وصل التقييم لإيه بعد نهاية الموسم التقييم وصل لإيه من مارت اللاسارتي يتم توجيه الشكر له شكرا مستر مارت اللاسارتي على الفترة اللي فاتت مدير فني النادي الاهلي راجل محترم بنشكره على الفترة اللي فاتت شكرا جزيلا ما عندناش اي مشكلة مع اي حد هو ده دايما النادي الاهلي وهو ده دايما اللي بنتعلمه من النادي الاهلي وهو ده اسلوبنا في الحياة بالمناسبة مهما يقول الاحترام ماهما حصل وانا الحقيقة لو اقدر ان انا جيب مستر مارت اللي صارتي حجيبه ما عندناش اي مشكلة وهو ما عندناش حد بيقولنا ان في مشكلة اطلاق راجل محترم ادى دوره في حدود اللي كان وجهة نظره وعملها ولم ينجح مع النادي الاهلي دخل ثلاث بطولات خسر بطولتين وكسب بطولة مش هو ده النادي الاهلي شكرا